بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورد في حديث قدسي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الله سبحانه وتعالى يقول إن أمقة عبدي إلي الجاهل المستخف بحق أهل العلم التارك الاقتداء بهم الحق تبارك وتعالى في هذا الحديث يبين شدة مقته إلى الجاهل الذي يستخف بأهل العلم وذلك لأنه ممكن للجاهل أن يعطي المشاريع نهضوية عظيمة نتيجة جهله ولو سبرنا التاريخ لوجدنا أن أكثر أعداء الأنبياء والأوصياء وأصحاب المشاريع الرسالية كانوا من الجهال ومن الدهماء وخصوصا الجاهل العنيد الذي يعرف نفسه جاهل ومع ذلك يكابر وهكذا إنسان لا يمكن التعاون معه والحديث معه لأنه يعلم أنه جاهل ومع ذلك مصر على جهله ولأجل هذا كله ورد في الأثر الناس دائما أعداء ما جهلوا وهذه مشكلة خطيرة عندما يكون جاهل يترأس على الناس أو يكون له منصب يؤثر في حياة الناس وهو جاهل معاند يعطى المشاريع كبرى ويكون عقب في وجه أي تقدم حضاري نتيجة جهله وإمكانيات مهولة مادية مع جهل مطبق هذه من أخطر ما يمكن أن يصيب البشرية والناس جميعا ولأجل هذا جاء التأكيد على خطورة هكذا إنسان أن يكون في موقع مسؤولية ويكون جاهلا بهكذا مستوى من الجهل تارة يكون الجهل بسيطا يعني إنسان يعلم أنه جاهل ويطلب التعلم وهذا معب الناس كلهم جاءوا إلى الدنيا لا يعرفون شيئا ثم تعلموا شيئا فشيئا معيب أن الإنسان يذهب إلى أن يتعلم شيئا لا يعلمه سلام الله على أمير المنين عند كلمة يقول قولك لا أعلم نصف العلم أو لا أدري نصف العلم من بالتالي الإنسان إمكانياته محدودة ويتزود علما وفقها ومعرفة أما أن هناك جاهل يعلم بأجهله ومع ذلك يعاند على جهله هكذا هي الخطورة ومن هنا ورد التأكيد على عدم التعامل مع هكذا أناس حتى وإن كانت لهم إمكانياتهم يجب الابتعاد عنهم وتحديد مواقعهم من أنك أنت جاهل يجب عليك أن تتعلم وتأخذ من أهل الإختصاص وأهل العلم والعلم سواء كان علم أديان أو علم أبدان ما يكون فرق كل علم ينفع البشرية في الدنيا أو في الآخرة هو علم مطلوب ومحبوب ولكن أن يأتي جاهل يقف في وجه هكذا عالم يعطن مسيرته هكذا هي المأساة ومن هنا السؤال من هو الجاهل الذي يمقته الله سبحانه وتعالى إلى هذه الدرجة هناك حديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يبين لنا من هو هذا الجاهل ولذلك ما أحرى بنا أن نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله ونقول جزاك الله خيرا يا رسول الله عنا وعن جميع المسلمين والعالم لأنك ترشد الناس وتنير لهم طريقهم يقول صلى الله عليه وآله يعرف الجاهل بست خصال التي تعرف هذا الجاهل أو لا تتعامل ويا أو لا يقول يعرف الجاهل بست خصال الأولى الغضب من غير شيء يغضب على كل شيء إذا رأيت إنسانا شعلت غضب يغضب على أبسط الأشياء من أمر لا يستحق الغضب فاعرف أن هذا جاهل فابتعد عنه يغضب على شيء لا يستحق الغضب على كل شيء يغضب يحرق الأخضر والأيابس لأنه غضبان هكذا إنسان فيه شعبة من الجهل أو هو جاهل لا تتعامل ويا هذه علامة أولى للجاهل أنه يغضب من غير شيء أمر لا يستحق لا يستحق غضبا يغضب عليه الخصلة الثانية من علامات الجاهل الكلام من غير نافع هذه أيضا علامة من علامة الجاهل يتحدث في كل شيء وحديثه لا ينفع تروح مجلس تجده منتصدر للمجلس ولا يعطي مجالا للحديث للآخرين عندما تنتبه لحديثه لا تجد فيه نفعا لا في الدنيا ولا في آخرة مجرد ثرثار يتكلم كلامه في غير نافع هذه علامة الجاهل أيضا العلامة الثالثة للجاهل والعطية في غير موضعها لاحظوا النبي العظيم صلى الله عليه وآله كيف ينصح الأمة ويقدم نصائحه بأبي وأمي إلى هذه البشرية من علامات الجاهل أنه يعطي في غير موضع عطاء دائما يستهلك أمواله دائما يصرف وقته فيما لا ننفعته فيه في من لا يستحق يعطي من لا يستحق هذه من علامات الجاهل يصرف إمكانيته يصرف طاقته في أمور لا تنفع ولا تضر لا تستحق الصرف فهو جاهل من هذه الناحية ومن أيضا من خصال الجاهل أنه لا يعرف صديقه من عدوه ما يميز بين الصديق والعدو بل بالعكس يبتعد عن من ينصح ويقدم لنصيحه لا يميز بين من ينفعه وبين من يضره بين من يريد مصلحته وبين من يريد يضره لا يفرق بين صديق وعدو يقول النبي العظيم صلى الله عليه وآله ولا يعرف صديقه من عدوه هذا جاهل أيضا هذا من علامات الجاهل بعض الناس فعلا بهكذا مستوى ما يميز بين الصاحب الصديق الصدوق الناصح الأمين وبين عدو محتال يريد أن يوقع به هذا اللي ما يعرف صديقه من عدوه جاهل بعد يقول النبي صلى الله عليه وآله ومن علامات الجاهل إفشاء السر لا يحفظ سرا أبدا تعطيه سر تأمنه على سر يفشيه بين الناس ما يحفظ سر هذا من علامات الجاهل أيضا هو غير كتوم للأسرار لا يأمن على سر أو لا يأمنه أحد على سر هذا أيضا إنسان جاهل هذا من علامات الجاهل لأنه إفشاء الأسرار يمكن أن يؤدي إلى مشاكل ممكن أن يؤدي إلى معارك ممكن أن يسبب فتن بين الناس أشياء ما يمكن تتكلم فيها لماذا تطلقها إذن هذه علامة الجاهل والعلامة السادسة يقول النبي من علامات الجاهل الثقة بكل أحد يثق بكل أحد وهذه أيضا من علامات الجاهل أنه يعطي ثقة لكل أحد لا يميز بين من يستحق الثقة ومن لا يستحقها يثق بكل الناس وهذه علامة الجاهل واضحة أي خبر يسمعها يرتب عليها أثر أي كلمة يسمعها يرتب عليها أثر يعطي أسرارها لكل أحد هذه من علامات الجاهل الواضحة ونحن كثير في هذا الزمان نبتلي حقيقة في هذه المأساة عندما تجد الآن الأخبار على السوشال ميديا مثلا على الفيسبوك واتساب على كل شي تجيك أخبار وقصص ومعلومات وترتب عليها أثر مجرد أن تقرأها تصدقها وتنشرها وترتب عليها أثر للأسف أقول هذه من علامات الجاهل التي تطبق عليه أنه يثق بكل أحد لا ينبغي للمؤمن أن يودع ثقة عند كل أحد بل يجب عليه أن يكون حذر فطن من لا يستحق الثقة لا تثق فإنه ما خانك الأمين ولكنك استأمنت الخائن بعض الناس للأسف يجي يندي بحظة يقول أنا وثقت بهذا الإنسان وعطيت إمكانيات دخلت يا بمعاملة تجارية زوجته قمت بخدمته ولكنه غدر خان الثقة أنت من الأساس صحبت الخائن لم يخنك الأمين ولكنك استأمنت الخائن إذن خلي الإنسان يفكر هذه الخصال الستة التي ذكرها رسول الله بأبي وأمي صلى الله عليه وعاله يحاول يفكر بها النفس المؤمن والمؤمنة كم خصلة من هذه الخصال تنطبق على أحدنا كم شعبة من شعب الجهل ممكن تكون أحد من عندنا علينا أن ننزه أنفسنا لأن هذه الخصال هي علامة للجاهل الذي يمقطه الله سبحانه وتعالى لأنه بعض الناس كما أسلفت يعلم نفسه أنه لا يعرف شيئا هو يجهل هذه الأمور ولذلك موعب أن الإنسان يتعلم ولكن العيب أن يأكد ويصر على جهله ويعاند العلماء وأهل الإختصاص من علامات الجاهل المقيت الذي يمقطه الله أنه يحارب العلم في خرافات في خزعبلات في أساطير تستهوي هذه الأمور في المقابل العلم والعقل هذا عند مشكلة وياه ولذلك الجاهل الذي يمقطه الله يكون مشروعا مشروع الشيطان وهو حرب الله والرسول ويحارب العلماء وأخطر أنواع الجهل إذا وصل الجهل إلى حالة وباء يبتلى به المجتمعات تبتلى به المجتمعات مجتمع جاهل نتيجة الجهل المستشري تتعطل فيها الرسالات والمشاريع السماوية فضل عن الأرضية دائما للأسف المصلحون الرساليون أصحاب المشاريع الكبرى النهضوية تعطلت نتيجة جهل الجماعة أمير المؤمنين سلام الله عليه بعظمته وبمجده وبسؤدده وعلمه وشرفه كان يعاني بأبي وأمي من الجهل من الجاهلين الذين يساونه بينه وبين معاوية أمير المؤمنين في الروايات وردت أنه بعد حرب الجمل أمر بقتل هذا الجمل وحرقه فقيل له لماذا يا أمير المؤمنين قال لأني أخشى أن يتخذ كعجل بني إسرائيل استغرب بعض الصحابة معقولة يعبد من دون الله وإذا بهم يرون بعض الناس يذهبون يتبركون ببعره ويشمونه ويقولون هذا بعر جمل أمنا إلى هذه الدرجة فاتخذ عجلا كعجل بني إسرائيل ولذلك الخرافة عندما تتسيد على الناس والجهل هو الطابع العام تتعطل فيها نعم مشاريع رسالية مهمة أمير المؤمنين خمسة وعشرين سنة ربع قرن أجلس في بيته وتصدى للمسؤولية أناس هم يشهدون على أنفسهم نعم هم يشهدون على أنفسهم بالجهل وأنهم لا يعلمون شيئا وأجلسوا عالما فضاعت الأمة في تفرق وفي عدوات ومن هنا أخطر مرحلة يمكن أن يمر بها العالم عندما يرى نفسه قد ضاع بين الجهال كما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة يشكون إلى الله يوم القيامة مسجد مهجور مسجد مهجور الناس لا تدخله ولا تصلي فيه يشكو إلى الله بعض الناس للأسف يذهب ويسارع إلى بناء المساجد ينشر في بناء المساجد مسجد عن مسجد فاصلة قريبة وكل مسجد فارغ يا عمي هاي الأمكانيات اللي تصرفها على المسجد اللي تصرفها على مستوصف على مدرسة وهذا المسجد قريب إلى مسجد آخر المسجد إذا كان يسمع منه أو يسمع فيه صوت أذان مسجد آخر من مفروض يبنى مسجد قريب على مسجد تكثير المساجد مطلوبة في المواقع اللي تحتاج مسجد أما مساجد تبنى كثيرة ولا يدخلها أحد لكثرتها هذه تشكو إلى الله هاي مسؤولية عليها صرف هاي الإمكانيات حتى لدور العبادة في وقت أنه دور العبادة تبقى فارغة هذا خلاف الإنصاف فإن المسجد المهجور يشكو إلى الله هذا واحد يقول النبي ثلاثة يشكون إلى الله مسجد مهجور علي مسؤولية على الناس ثانيا قال ومصحف علق في الدار لا يقرأه أحد مصحف مركون أكله التراب لا يقرأه أحد هذا يشكو إلى الله عز وجل هذه نقطة أيضا مهمة تكثر مصاحف في البيت وأنت ما تقراها هاي مسؤولية كل مصحف مطلوبا تقراه أن تقلب وتنظر فيه نحن عندنا مستحب النظر في المصحف في الروايات رحمة النظر إلى المصحف رحمة أو النظر في المصحف عبادة مستحب أن تنظر في المصحف قراءة القرآن هل تأكيد اللي ورد عليها مو يعني أن تقرأ قرآن من حفظ قلبك فقط لا بل يجب أن تأخذ القرآن وتقلبه وتقرأ فيه لولا هذه الروايات رحمة الله السيد الخوي يقول روايات تأكيد على قراءة القرآن لا تشمل القراءة من الحفظ لماذا لأن فيها إشارة إلى حفظ القرآن يعني نسخة القرآن يجب أن تبقى متداولة بين المسلمين لو اكتفى المسلمون بأن يقرؤوا القرآن على صدوره ظهر قلب لربما اختفى المصحف الشريف بين أيدينا ولكن تأكيد على قراءة القرآن النظر في المصحف فيه إشارة إلى حفظ هذا التراث وهذا الكتاب السماوي لو لم ننشره بين الناس في استحباب النظر إليه لمن تشر وبقي محفوظا من يد التحريف والتزيف هل يعدنا استحباب النظر في القرآن لكن مو بالضرورة أن تترس لك عشر قرائين عشرين قرآن في بيتك وانت تقرأ في واحد وتارك عشر أو عشرين أو تسعة عشر قرآن مصحف ما حد يقلبه فإن كل مصحف يشكو إلى الله ومصحف مهجور لا يقلبه صاحبه ثالثا وعالم ضاع بين الجهال يشكو إلى الله أيضا يوم القيامة سواء كان هذا العالم بالمناسبة العلم علمان لفسر العلم فقط العلم الدين الشرعي لا قال رسول الله صلى الله عليه وعاله العلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان علم الأبدان يدخل فيه كل علم ينفع دنيويا علم طيب علم الفلس علم الرياضيات علم الهندسة الكيمياء كل شيء ينفع الناس هذا يدخل في علم الأبدان وعلم الأديان كل علم ينفعك عند الله ويكون لك جسرا إلى الآخرة على خير هو علم الأديان فكلاهما علمان محترمان هذا الإنسان الذي يضيع شباب في خدمة في تعلم في طلب العلم وتعلمه وعند عطائه لا يجد من يستفيد من عطائه هذا يشكو إلى الله قل يا رب يعني إلما اتعبت نفسي ومنعت نفسي من لذائذ الحياة في سبيل الوصول إلى هذه المعرفة هذا العلم ولا لا يأخذه لا يأخذه أحد لا يشتريه أحد هذا يشكو إلى الله يوم القيامة وأكثر من ذلك مأساة العالم الذي يسقطه الناس يعني الجاهل حتى يكون هو يتصدر القرار إحقاء حارب العلماء يسقطهم إذا رأيت أناسا يلوكون في سمعة عالم فشك في دينهم وأنهم ممكن مضحوك عليهم أو معتهم تقوى تسقيط العالم يعني تسقيط القدوة التي جعلها الله سبحانه وتعالى يأخذ من علمه يختدى به دائما الأمم تسقط عندما تسقط قدوتها وعلمائها بغض النظر كما أسلفت عالم علم أبدان أو علم أديان إذا رأيت العالم غير محترم في هذه الطبقة في المجتمعات فأعرف أن هذا المجتمع مجتمع جاهل منحدر الآن في الشعوب المترقية في الدول المترقية تكرم علمائها تكرم عقولها هذا يكشف عن رقي هذه الشعوب أما الشعوب التي لا تهتم لقيمة العلماء لا تحترمهم لا توقرهم للأسف كثير من الشعوب لا ترى للعالم قيمة إلا إذا مات تكرمه تذكر لمحاسنة أما في حياته لا يذكروه أحد ولا يطرق بابه أحد لا يسأل منه أي مسألة أحد هذا عالم ضاع بين الجهال يشكو إلى الله ولذلك الجهل أخطر الأمراض التي تصيب الشعوب وهذه العلامات التي ذكرها رسول الله يجب أن تكون لنا درسا وأن نحاول أن نبعد هذه الخصال السيئة الست الذي ذكرها النبي عنا وعن حياتنا وأن لا نتلبس بها في وقت من الأوقات حتى لا يشملنا هذا الحديث أن الله يمقت الجاهل المستخف بالعلماء اللهم أنرنا في طريق العلم واللهم أنر لنا طريقنا طريق العلم والمعرفة وثبتنا عليه إنك سميع مجيب والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر